السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير احبالكم طيبة يا ربي سعيدة بلقائكم اليوم ان شاء الله من الوصفات الفرنسية الشهيرة الغنية عن كل تعريف غدي نشارك معكم الباغي بغيس كتجي اكثر من رائعة في المنظر اما المتاق منقوش لكم اليا سلام كتجي الديدة اكيدة لجربتها غدي تعجبكم من هاد الباغي بغيس كنصبوها بالعجينة ديال البطرشو العجينة ديال البطرشو سهلة تحدي العفور خسنا نضبطو المقادر ونعرفو كيفاش نخدمو هاد العجينة ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم بعد النصائح والنصائح دائما كتكون اهم الوصفة لنجاح الوصفة خسنا نضبطو غير المقادر والنصائح ما غنطولش عليكم غنخليكم تعرفوا عالمقادر وطريقة ديال تحضر فرجة ممتعة موسيقى وهلا بركة الله غنطيكم المقادر غدي نحتاج ربعه ديال بيضات ميتين غرام ديال بيض حجمه متوسطي لحتاجه غدي نزيد البيضة ميوخمسين غرام ديال دقيق ثمانين غرام ديال زبدة بدرجة الحرارة ديال المطبخ عندي ميوخمس وعشرين غرام ديال الحليب ميوخمس وعشرين غرام ديال الما الملح وعندي القليل من اللوز ايفيلي باش غنزينو لباغي بغيز ديالنا عندي هاد القمع باش غنخارج البطاشو وقمع باش غنزينو قطو ديالنا اول حاجة كناخد كاسخون غدي نوضح فيها ميوخمس وعشرين غرام ديال الما ميوخمس وعشرين غرام ديال الحليب غنضيفه ثمانين غرام ديال الزبدة الملح وغنضير كل شي فوق لنا كتكون متعد لا يعني مشي مجهدة احتى كدوب لنا ديك الزبدة في الحليب عاد كنزيد فالنار وكنخليه الحليب تي يغلى لنا ضروري من هاد المرحلة هنالزبدة عندي دابت صفي انا زيت فالنار غدي نخلي احتى يغلى في هاد المرحلة كتكونوا مغرب لين دقيق ديالكم ميوخمس ومسين قرام كتكونوا موجدين كل شي لبنال مجرد ما كيغلى لي الحليب غدي نضيف ميوخمس ومسين قرام ديال دقيق خارج النار يعني الكسرونا حييته فوق النار غدي نضيف 150 قرام دقيق وبميلعقة ديال الخاشب غدي نبقى نحرك بالخارج ديالي حتى كتشكل عندي اي كورا وهاد المرحلة كديروها غيب شوية لبنال حتى كتشكل عدكم كورا عانتم شفوها اي ابدات كدش بحثة من بعد ما كتشكل عدي الكورا كنا نرجعها فوق النار غدي نتنشفو العجينة ديالتنا النار كتكون مهيلة خاص العجينة غيرت نتشف لينا مجرد ما كتشكل عدنا الكورا ما كتبقاش تلسق لنا العجينة في القاعد ديال كاسرونا ما كتلسقش لنا في الملعقة ديال الخاشب كنعرفو العجينة ديالتنا انشفات يعني ما كتخليوهاش تنشف كتر من لازمة البنات شفوه معايا انتم باش كتعرفو الكاسرونا ديالتي ناشفة يعني ما بقاش عندي العجين كيتلسق صافي هنا غدي ناخد سلادي او لابول وغادي نوضع فيها العجين ديالي غادي نحيدو من الكاسرونا انا ما خاش العجين ديالتي الطيب سوفي وغادي نبسطها واحد شوية وغادي نخلي وغادي تتبرد واحد شوية عادي غادي ندوجو ان شاء الله باش غادي نضيفو عليها البيض من بعد انا عدوكو البيضات ربعة كنطرر بهم غادي نبقى نضيفهم تدريجيا نغي شوية بشوية هنا مرحلة مهمة كنبقوا نضيفو البيض بشوية بشوية وحنا كنخلطو غادي نبقى لكم العجينة كتولي فشكل يعني متخافوش منها سي نغمال من بعد لكم انتو ما كنضيفو في البيض وهي غادي تبقى تطلق عندكم العجينة ديالتكم وكيف ما قلت لكم يعني كنضيفوه تدريجيا هنا غادي تشوفو مقادر ديال البيض كتبقى على حسب القوام ديال العجينة ديالتكم إلا بقت عندكم عجينة طريرة ما كتهج لكم كتر من اربعات ديال البيضات إلا نشوفتو العجينة بزار لكم القوام اللي خاسكم تحصلوا علي سفي هنا يا انا دخلت اربعات ديال البيضات كاملين كانوا عدي متوسطين ميتين جرام كتب عبرها من بعد غادي ناخد هذيك البيضة هنا بقي خاسني واحد شوية خديت هذيك البيضة تطربتها وضفت غير واحد شوية بحالة تقريبا ندرت ميتين وعشرين جرام ديال البيض كيف ما تشوفو معايا سفي غادي نخلطها وغادي نبقى نضيفها غير شوية بشوية من بعد هذا هو القوام اللي كان حصل علي شوفو العجينة كيف باش كتعرفوها وجدة عادتكم يعني ما كتقطعش لي ايه هنا سفي العجين ديالي يوجد غادي نوجد البوش ديالي ونكمله ان شاء الله نحنا وجد البوش غادي نوضع فيه العجينة البطاشو سفي غادي نخلها على الجنب وغادي نوجده اللاطة ديالنا ان شاء الله من بعد وجد اللاطة ديالتي كان نقض ورق ديال الزبدة وإطار اللي تكون دائري ارشمت واحد دائرة فيها 22 سنتيمتر وجيها اللي كتكون من تراسية يعني دلتها من التحت وخديت العجينة ديالتي البطاشو وغادي نتبع هاداك لوت خساش دائرة وكامشي غيب شوية ليه وكيف ما كتشفوا معي العجينة عندي نجحة مئة بالمئة باش كتعرفوها يعني ما كتغيرش لنا الشكل ديال داك القمع يعني كيبقوا ذكر شيمات يعني محافظين للشكل ديالهم سفي هنا يا غادي نقطع وكنكون شكلت الدائرة اللي ورا شفوا معي اللهم بارك كنعود الدائرة التانية من الوسط وطريقة لها واضحة لكم الليبنات سافي وفي الاخير غادي نزل الطبقة الثالثة من الفوق وخندرها من الوسط بيناتهم هادي كنسميوها لوشوبال هادي هي في الاخير فاش غادي يطيب غادي نقطعوه وكنتشكلو ذاك لوشابو سافي العجينة اللي كتشطليكم را كنكدروا بيالي زكلة هنا عندي رقائق ديال لوز سو كدهنو بصفر ديال البيض اولا كيف مادرت انا يعني راها اللوز كيل ساقلينا وهنا الفران كيف ما قد لكم مشغول على 180 غادي ندخلوا بباقي بغيس ديال نحن حسب لها 35 دقيقات 40 دقيقة كل حضور فران ديالها ونصيح نعبها لكم ما كتحلوش لها باتاتا الفران حتى كتب لكم الى حلت الفران غادي اتحبط لكم من دابة طيب لياها بباقي بغيس ونطلقوه ان شاء الله ومن بعد ما كتبت يكون هدا وش شكل ديالها يعني ما شاء الله اللهم بارك ضعف الحجم ديالها يعني جات سوفلي جات عالية كيف ممتح لكم الصورة يعني اتطابت على خطر خطرها انا ما حلتش الفران خدت معايا 40 دقيقة صفي غادي نخليها تبرد على جير كوندوز ان شاء الله باش نوجدو لاكخيم موسلين اما بالنسبة لاكخيم موسلين انا ديجا حدرت معاكم غادي نخلي لكم الرابط في صندق الوصف غادي نضيف عليها اليوم ان شاء الله غير البخاليني ديال النوازيت واللوز كي يعطيها واحد المضاق اللي هو رائع كيف مجتمعي ان شاء الله نشاركو معاكم سفي الحال الكريمة دي الحلواني عندي بعدها غادي نطلقها شوية اولا نطلعها بالطرى بالكهربائي من بعد غادي نضيف عليها بيتلو 50 جرام ديال الزبدة كنضيفوها تدريجيا حتى كتشكل عندنا الكريمة باش ما نطولش عليكم فيديو يعني طريقة سعلة انا سفي دخلت ديك الزبدة كتدخلوها تدريجيا ما كدرواش في دقة تكون هدا هو الشكل ديالها من بعد غادي نضيف عليها 150 جرام ديال البخاليني ديال النوازيت واللوز كي يجي هائل سفي غادي نطرب مزيان حتى كنتش تشكل عند الكريمة تكون هدا هو القوام ديالها غادي ندخلها لتلاجة تقريبا واحد ربوع ساعد يعني ما غاديش تحلية وهنا كيف مجتمعي رقابطة كيف ما قلت لكم غادي ندخلها لتلاجة ان شاء الله ونذهبوا طريقة ديال تزيين ومن بعد ما كها تبرد كن نخدو السكين اللي كيكونوا في سنينة اولا من شعر مسنن يعدي وغادي نحاولو نقطعوها نقطع دا كلو شابو كننقب شو غيب شوية باش ما تكسرش لكم هنا انا عندي البغي بغيس ديالتي خليتها طابت ماسي حان عطيها لكم منين كتتاخد معاكم 35 دقيقة اولا 40 كتفو النار وكتخليوها كتبقى يرجع لها دا كصاد اولا كتزيدوها 1-5 دقيق قد ما طابت مزيد ما كتجيكمش مع الجنة وما غاديش تهبط ليكم سفيك اتاخدو الكريمة غادي ندير واحد طبقة يعني لا بأس بها باش كتجيني هاد لوبا غيبغيس ديالتي كتجي يعني بنينو فيها كريمة بزاف وزغطو الكريمة كتجي لديدة بزاف ففيه هنا دا الكريمة من بعد غاديك اللوز اللي كيفيلي كيكون يعني طيب مشتت هنديرو في الواسط ومن بعد غندير واحد الغوزاج على هاد الشكل كمشو مائلين بدك البوش كيعطيها واحد المنظر اللي هو جميل كيف ممرض حاليكم يعني الصورة طريقة سهلة في الاخير غادي نضيف الطبقة الثالثة يعني سامبل باش غادي نلصق هادك لوشابو كيف ممرض حاليكم الصورة تكون هادا هو الشكل يالو غادي ناخد لشابو غادي نوضعو على هاد الشكلو وما نحاولو غيب حد شوية يعني ما غاديش تضطمو علي بزاف تكون هادا هو الشكل ديالو اللهم بارك اللهم بارك تجي اكتر من رائعة في المنظر المضاق ما نقولت لكم يا سلام وفي كلمسة اخيرة غادي ناخد القليل من سكر غلاسي او لسكر غلاسي غادي نغبرها باش كيجي فيها واحد للمنظر جميل خليت حبات من انواع زيت كراميليزي وغادي نزيينها على هاد الشكلو ومن بعد شاء الله غادي تشوفوها معايا في طبق تقديم كيفاش كتجي هاد الباري بغيس ديالنا بالنسبة ديك اللي عجينة ديال باتاشو اللي كاتشيطة نوريكم باش تشوفو يعني ذات باش كيلة باش تشوفو كيفاش كتجيطة ايذن زيان مقارمشو كتجينة خاوية يعني من الداخل يعني عجينة ناجحة مئة في المئة شوفو معايا وهنا يكت عمروها باش ببغيس وهذا هو الشكل نهائي ديال لباقي بغيس ديال ما كملت لاتة زين اللهم بارك جات اكتر من رائعة في المنظر اما المضاق ما نقولش لكم يا سلام جات لديدة بالزاب ديك الكريمة ديال المسلين ديال البخاليني ديال نوازيت واللوز كي اعطيها واحد لده يا سلام اكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم وطريقة تحضر ديالتا ساهلة يعني خطم انضبطوا المقادر نتبعوغي النصائح والنصائح دائما كتكون اهم من الوصفة باش تنجح معاكم الوصفة ديالتكم سافيك تخدموها مزيان وطريقة ديال الطياب الطياب مني كان تدخلوا لباقي بغيس ديالنا الفران كتتخد معنا 35 دقيقة ترى بغين دقيقة كل واحدة الفران ديالها وما كتحلوش الفران باتاتنا إلا حلية الفران غادي اتهبط لكم سافيك هذا هو الاقتراح ديال اليوم انتمنى ان الاعجاب ديالكم الى اجبكم متبخلوش الى بتشجيع ديالكم تدلوا اللايك الفيديو تبارتجوا مع الاصدقاء ديالكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بس توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله انا بدوري تنقدمها لكم بصحة ورحة وتنقول لكم شكرا لكم على حصول المتابعة الى اللقاء مع وصفة اخرى في امن اللابس لما لكم بصحة ورحة